السلام عليكم كنرحب بكم اخواتي فوصفة جديدة كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير رمضان كريم الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب اليوم سنشارك معكم ياغورت او ضانيت شوكولة هذا سيكون افضل منه حيث صنع منزلي سيعجبكم بثاف ويعجبوا ليداتكم كيجي روعة في الماداق الديد بثاف كنبغيو هكاش حاجه حلوه مور الفطور مكين محسن من هالضانيت الى حضرناه في الضار كيكون اقتصادي ويعطينا كيميا معقولة فكنتمنى كيف العادة تبعوا الفيديو حتى الاخير والله يجازيكم باخير ما تنسونيش بتجيعاتكم بلايك للفيديو بثاف منكم كتنسوها نخليكم مع تتمة الفيديو فورجا مونتيا اذا اخواتي بالنسبة للمكونات نحتاج نصف لتر الحليب هنا كيميا من الشكلات الاسود تقريبا نحتاج ثمانية القطاع سكر حبيبات جوج معلق ثلاثة كيس كاكا والمور سبعة غرام ونحتاج النشا جوج معلق كبار كيس كاكا والمور الآن اخذ الضرب اليدوي ونمزج جميع المكونات مع بعض جيدا ونضي هذا الإناء فوق النار مع تحريك المستمر كيف العادة حتى يعقد لنا الخالط لا توقف على تحريك كيس كاكا والنشا لا يساق لنا في القاعر نحركه باستمرار حتى نحصل على هذا القوام كي يكون هكا كريمي الخالط غير كيف نرينا فيه فوقعات مباشرة الخالط مازال سخون نفرغه هنا ونضيف لي هنا قطاع الشوكولة السوداء كتبقى حسب الرغبة يعني الكيميا على حسب تقديركم نحرك جيدا حتى يدو بهذه الشكلات في الحرارة دي الخالط مباشرة كنفرغه هنا في هذا الكاس كنوزع التحليات في الكويسات بكل سهولة نحاول نكون سرع كي لا يجمد معنا الخالط الخالط مازال سخون نفرغه هنا في الكويسات لا تجعلوا الخالط حتى يبرد سيقض لكم نعمر الكويسات هنا كويسات صغيرة هذه الكويسات صغيرة يعجبوني زبوني كي يخرجون لنا كيميا معقولة الآن كنخلي هاد الخالط حتى ما يبقاش كي يصعد من البخار عادي كنتخليهم التلاجة حتى كي يبردهم جيد و تماسك التحليات و نقدمهم بصحة و الراحة و كي يجي هذا هو الشكل بعد ما زينتهم بشكلة فيرميسيل كي يجي رائعين المدق و الأرواح كي يجي تماما بحال ضانيت و أحسن منه بكثير جربوه و اردوا لي الخبار سيعجبكم و يعجبوا لداتكم سبق لي شاركت معكم ضانيت كراميل ليلقاء اعجاب كثير من المتتابعين و انجح معهم جربوا حتى ضانيت شوكولة سيعجبكم كثير وصلنا لنهاية الفيديو أخواتي شكرا دائما للمتابعة و الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا